وانتو بتعملوا مستقبل كويس لعيالكو اعملوا عيال كويسين معاهم تاني وانتو بتعملوا مستقبل كويس لعيالكو اعملوا عيال كويسة لمستقبلهم كم المشاكل للبنات والشباب من سن 14 ل 20 سنة مرعب وخطير وغريب ومتنوع وجديد علي ركزوا مع بناتكو ومع ولادكو زي ما بتركزوا وتنزلوا تشتغلوا بالتمن والعشر والاثنشر ساعة عشان تعرفوا الجبلهم فلوس عشان يتعلموا في المدرسة في تعليم النوع اخر في تعليم الادب في تعليم الدين في تعليم الاحترام والتقاليد والعداد انا ما بقولش اي كلام انا فيه قصص مش هينفع اطلع قولها على الشاشة بنكلمهم كده بالرحم مننا ليهم خارج الشاشة بنحاول نحل على قد ما نقدر احنا مش سوبر وومن انا مش سوبر وومن لكن حيانا بتدت رعب لانه عدد مشاكل المراهقات والمرهقين كتر ونوعية المشاكل بقت غريبة بابا وماما مش مانجودين بابا وماما مش مانجودين ليه عشان بابا بشتغل في بلد تاني وماما طول النهار بتشتغل او مع صحابة ماما وبابا متطلقين وماما متجوزة واحد تاني غير بابا وماما وبابا متجوز واحد تاني غير ماما وانا قاعدة عند جديتي قاعدة مع ماما بس ماما طول النهار مع جزء بابا وماما عايشين معايا في نفس البيت بس طول النهار بابا وماما بيتخنقوا وبابا طول النهار سايب البيت وقاعد في قتال ولا قاعدة عند مامتو ولا قاعدة عند صحابه وماما طول النهار قاعدة عند الجيران وهكذا 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 ده بينتج عنه أسرة متفككة ولاد وبنات الله أعلم بيهم يا جماعة فلو سمحتوا وإنتوا بتعملوا مستقبل كويس لعيالكم اعملوا عيال كويسين لمستقبلهم ومش بالضرب مش بأن أنا بقفش على عيالي بقولها قصة اللي بتعمل حاجة غلط هتعملها تسعة صبح هتعملها خمسة دهر هتعملها تنشر بالليل هتعملها تلاتة الفجر الغلط ملوش معاد مش بالمعاد بالراحة وبالمسيسة صاحبوا صاحبوا عيالكم لأن عيالكم بيجوا يترموا في حضني أنا ولا بقش عارفها أعمل إيه ولا حتى أطلع أقول مشاكلهم أرجوكم 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 سواء كان بنات أو ولاد